السلام عليكم أعزائي حبايبي حلقة جديدة من النباتات المنزرية أتمنى لكم الصحة والعافية حلقة اليوم تحنا والنبات تحمل أقصى درجات حرارة نحن نعرف اليوم احتمالي يعني درجة حرارة تحت شعة الشلس جو ستين أو تتعدى ستين لأن أنواع جوية يطيها بالمنطقة الفي يعني 48 هذا النبات يتحمل درجة حرارة ستين أو أقصى من ستين هذه الشجرة شجرة دخلت للعراق من خلال الاحتلال البريطاني جابوها الهنود وياهم شجرة البنبر أو سبستان الجق النبات البنبر أو شجرة البنبر شجرة جدا جميلة جدا راقية يوصل ارتفاعها أكثر من 12 متر يتراوح عمرها إلى السبعين عام هذه الشجرة عزائي حبايبي تحمل أصعب الظروف المناخية تحتاج عشعة الشمس المباشرة تتحمل العطش امتداد جذور مالتها عمودية وليس وفقية يعني غير مضرة بالأسجة وبالأنابيب المياه تحتاج قلة السقي بالبداية أو المجيبها بارتفاعها سابعين سانتين أو ثمانين سانتين الداريها سريعة تدنمو أيضا تثمر الثمر مالها مادة يعني بالبداية صفار بعدين تطيل لون البني الثمر مالها البنبر اللي هو المسمى بنبر بفواعد جدا عظيمة الفواعد المهمة هو الجهاز التنفسي الجهاز التنفسي يعني قوية أمور بجسم يستفاد منها الإنسان من خلال هذه الثمرة أعزائي حبايبي احنا يعني أمثل حاجة لهذا النبات اللي نكثرنا عنده التكاثر مالتها من خلال العقل أو من خلال البذور العقلة بقدود تقريبا 25 سانتين سأخلي ربعها أو تقريبا نصها بالأرض ومن تتوفر الظروف المناخية لها تدمو بصورة صحيحة الزراعة العقل والبذور عزائي حبايبي شهر إشباط شهر الثاني أو شهر الثالث من السنة بالنسبة للبذور تم نقعها بالماء لمدة ستس ساعات بعدين تم زرعتها بدل تربع شجرة البنبر شجرة جدا راقية وتكثر زراعتها بالبصرة لأن تحتاج غطوبة عالية وارتفاع درجة الحرارة عزائي حبايبي كثير من المناطق أبنوها لعالم الفقرة كثير من المناطق تم صارت بكثافة سكانية أكثر من اللازم يعني كثير من المناطق بمغداد عدة مناطق بدون تسمية ما يحتاج أسميها يعني قامت من فترة الأخيرة يصبح بناء خمسين متر وكل هذا خمسين متر به بعشر نفرات أو 12 نفرات مثلا منطقة نقول كسبيل المثال أي منطقة كثافة سكانية بها عالية تصل مثلا مليوني أو تخملايين نسنة هذه المنطقة ما بيها نباتات نهائيا ما بيها نباتات بيها سيارات بيها مولدات بيها توك توك بيها يعني كل الأمور هذه تولد ثاني وكسيدي كاربور أنت شون يعني ونتمشي بيها يعني بها المنطقة تحس أنت تختنك يعني يعني الله يساعد الناس اللي يسافنين بيها شون يسافنين معا فعزائحة بايدي كل شارع كل شارع إذا تزرع كل عشر متر شجرة تولد أوكسيجين وتخفض لك درجات الحرارة يعني إذا كل شارع ينزرع به فتسبع ثمان الشجرات إذا كاليبتوز أو سيدر أو المنبر أو أي نبات مقاومة درجات الحرارة راح يغفر لك أوكسيجين ويخفض لك درجات الحرارة يعني بحدود العشر درجات يعني إذا الحرارة الخمسين يصبح عندك أربعين يعني أتمنى من الكل أن نشارك بهذا ولو يعني بعض من الأخوة اللي هم معهس والبعض لا والأباق اللي هم معهس بس علينا ننصح والباقي عليكم وأنا ممنون أهلا وسلم